كل الفرين من المناطق التي يشتعل فيها القتال تظل وجهتهم هذه المناطق الغربية وتحديدا مدينة ليفيفا التي تستقبل ومنذ اليوم الأول لهذه العمليات العسكرية أعدادا كبيرة من الفرين من القتال والقصف في مناطق الشرق والجنوب وفي العاصمة ومخيطها تتواصل بهذه الحركة بل حتى المسهل الآن في مخيطنا هنا يظل المدنيون يحملون أمتعتهم وحقائبهم ويبدوا يشرعون في ترتيباتهم للتحرك من هنا من هذه المناطق الغربية باتجاه المناطق الحدودية أقرب النقاط تظل دائما المنطقة الحدودية مع بولندا إذ شرعت السلطات هناك وكما نتابع وتابعنا باستقبال مئات ألاف اللاجئين إلى أراضيها بالتالي بينما يظل الموقف الميداني ساخنا ومتصاعدا تظل تدعياته الإنسانية صعبة وقاسية وتظلمنا حركة النزوح قائمة ومستمرة بالأمس كنا ابتابعنا تبادل الاتهامات بين الجانبين الروسي والأوكراني حول حقيقة ما جرى في ماريو بول وفولنفاخا والأسباب الحقيقية وراء فشل عملية إجلاء المدنيين هناك بعد التوافق خلال جلسة التفاوض الثانية بين الجانبين على تأمين هذه الطرق والبدء فعلا بإخراج المدنيين لينتهي الأمر بتعثر ذلك لا بفشله سننتظر ونرى خلال ساعات هذا اليوم إذا ما كانت الأطراف ستعود من جديد لتذليل هذه العقبات وتثبيت هذه التوافقات وفعلا للبدء بإخراج عشرات ألاف المدنيين العلقين في تلك المناطق لسيما في مدينة ماريو بول التي تقول فيها السلطات منذ أيام بأنها تشهد حصارا خانقا طيب بالنسبة للوضع السياسي والعسكري إذا نتحدث عسكريا حتى الآن وكانت تحدث عن مقتل أكثر من أحد عشر ألف جندي روسي منذ بدء هداء الهجوم ماذا في التفاصيل بها؟ تظل هذه الأرقام وفقا لوزارة الدفاع الأوكرانية وكما لمسنا طيلة الأيام الماضية بدأ بأن هناك تباينا كبيرا بين هذه الأرقام وبين تلك الأرقام التي تقدمها وزارة الدفاع الروسية ورصوتها الزميل يوسف من موسكو يدل على مضي الأطراف فعلا إلى إما التقليل من الأرقام أو إما تضخيمها هنا في هذا الجانب لعكس مجريات ما يجري كل طرف يسعى فعلا لعكس صورة عن تقدمه وإنجازه على الأرض وهو ما له من أصداء كبيرة وهامة بالنسبة للطرفين تحديدا على جبهاتهم الداخلية ترجمة نانسي قنقر